طبعاً الوداد مع سيفين فاندنبروك المدرب البلجيكي بلعبه بالـ 4-1-4-1 زي ما قلنا ان هم دايماً اسلوبهم دفاعي بيديه المساحات وبلعبه على الهجمة المرتدة او لضربات السبت ده اسلوبه او ضربة روكنية ده اسلوب لعب الوداد مع سيفين فاندنبروك في حراسة المرمة يوسف المطيع اللي هو الحارس المغربي اللي هو المتقلق ولسه حتى كنا بنتكلم مع كابتن محمد ان هو ايه ان هو كان قرر اعتزال في فترة من الفترات نوات عرض لازمة ورجع تاني ورجع تاني و28 سنة و28 سنة فهو تقلق على سن يعني يعتبر كبير شوية مش صاعد من نشئين الوداد الاثنين اللي وراء الاثنين المدافعين امين فرحان احنا متوقعين امين فرحان او محمد ابو الفتح ده اول نقطة بس ممكن يبدأ بداء او ده امين فرحان ليه لان امين فرحان اصلاً كان الاساسي هو هداف بيطلع في الدربات السبتة مميز جداً في حتة الالتحامات وفيه محمد ابو الفتح ده البديل بتاعه ارسن او ممكن يبدأ بي يعني يا امين فرحان يا محمد ابو الفتح انا تمنا يبدأ بابو الفتح اه يعني عنه صغرات كثير هو عشان كده يعني غالباً امين فرحان هو حتى في المباراة الاخيرة احمد في المباراة الاخيرة سجل جنيم في اخر تلات مطشاط اه فغالباً هو بيجهزه عشان يبدأ انه وفي المغرب التطواني سجل ومعنوياته مرتفعة اه سابت اعيز اعرف معاك عند زولا معلش لان هي نقطة مهمة جداً انه جمهورنا يبقى معنا فيها زولا مسجل تلات اهداف في الدول منهم اتنين قدام الرجاء بتكملة هجومية بالقدم يعني حتى مش مش كرة عالية وهدف في المغرب التطواني اعتقد فانت بتتكلم في تلات اهداف وبيعمل زيادة عددية انت بتشوف مع لسه قسامة كمان بيتكلم في امين فرحان فانت بتشوف فكرة ان الاتنين دول بيتقدموا بالشكل ده في الكرات السابتة وبيكونوا مؤثرين جداً شوف الاهل يتعامل مع ده ازاي هو ده شغل ضربات روكنية احنا معنا شغل حتى فايل كامل للضربات روكنية ده عندهم شغل رهيب في ضربات روكنية تحديداً في الاتنين المسكين اه في ضربات روكنية حالات كاملة فخليها يعني في ضربات روكنية ايوبي العملود ده كزهير ايمن ويحيى اعطيت الله الاتنين البكين كويسين جداً يعني الاتنين بصراحة مميزين ايوبي العملود ده سطيل احمد فاتحي كده لوه بيكمل عنده الروح مش مهاري قوي وسجل هدف التعادل في قدام سانداونز يحيى اعطيت الله طبعاً زهير ايصر منتخب المغرب البديل لاشرف حكيمي يحيى جبران هو اللي بيلعب قدام الاربعة ولو اخد انذار بكرة حيغيب عن مباراة الاياب ومهم جداً الضغط عليه لانه هو مفتاح لعب ببناء الهجم عند الفريل وداد المغربي وبرضه ممكن يعني نحاول ان احنا زي منقول كده بلغة الكرة نلبسه انذار نستفزه بحيث ان احنا ايه يعني دي هتأثر على اداء وانا شايف انها تأثر على اداء عشان مباراة نهائية انا اعرف تحديداً كابتنا عشان هنعقد مقرنة بين يحيى جبران ومروان اعطيه لان الاثنين حاليتهم واحدة الاثنين بقى اللي بيكملوا انا شايف عبدالله حيمود اصلاً ما كانش هيبدأ يعني غياب عبدالله حيمود مش مؤثر ليه لانه هو الاساسي بتاعه ايمان الحسوني وريضا الجعدي ايمان الحسوني هو اللي بيكمل ورا صنبه هو اللي بيزيد في عملية الضغط يعني في الحالة الدفعية بتوب اربعة اربعة اتنين بالزيادة بتاعت ايمان الحسوني جنب صنبه المهاجم الاثنين اللي على الاطراف محمد قناجم وسيف الدين بوهرة محمد قناجم طبعاً لعيب الزمالك السابق بس هو مع الزمالك حاجة ومع الودات حاجة تانية خالص صحيح سيف الدين بوهرة ده لعيب قويس جداً ليه مش زهير المترجم هو الاقرب سيف الدين بوهرة لان هو اللي ماشي بشكل كوي هو معتبرينه في المغرب اكتشاف اكتشاف عندهم سيف الدين بوهرة هو كان بادئ بس في مبارات سندونز اتصاب ورقة مهمة جداً سواء هو او سيف الدين يعني هو او المترجي مش شرط يعني يعني احنا عندنا خلاف في حتة امين فرحان او ابو الفتح والنحية التانية بس الاقرب سيف الدين بوهرة سيف الدين بوهرة مثلاً 60% وزهير المترجي 40% صنبه طبعاً لا خلاف عليه صنبه ده مهاجم خطير جداً جايب 12 جون في الدور المغربي مسجل 7 تجوان في دورة ابطال افريقيا منهم 4 من اول بداية دور المجموعات يعني بتتكلم في مهاجم جايب 19 جون السنة دي كسب 40 التحام صنائي في دورة ابطال افريقيا فانت بتتكلم صنبه ده لازم يتعامل له حساب لوحده عند كولر هل الاتنين المساكين لو انا بدأت مثلاً بمنعم ومتولي يبقى منعم اللي هياخده لان متولي في الالتحامات مش زي منعم لو بدأت هل أبدأ الافضل بياسر ابراهيم مثلاً ومنعم عشان خاطر صنبه لان ياسر مميز في حتة الالتحام وعنده الالتحامات تحديداً والالتحامات الهوية والصنائية لان هو كمان مميز بحطة الروح عشان خاطر خطورة صنبه هاتبقى الصور بص الشكل بتاعهم يعني احنا ده هنوضح لك بالصور طريقة اللعب قدل 4-1-4-1 قدام ايه؟ قدام ساندونز ده فين في ملعب محمد الخامس الوداد اسلوبه مع فاندنبروك سواء على ملعبه او برا ملعبه كومباكت كومباكت وفين اسلوب الضغط بيبدأ من اول المكورة توصل عند اللعيب اللي في وسط الملعب اللي هو مثلا مروان عطية ميديان بلوك اه اول المكورة توصل لوسط الملعب لكن طول مكورة مع عبد المنعم مع اي حد وراء سواء مصطفى شوبير او علي لطفي مش هيدغط اه مش هيدغط هو سايبك اهو بيبدأ يضغط مين اللي وراء المهاجم سامبو ايمن الحسوني عشان كده قلتلك ان ايه ان ايمن الحسوني هو العرب اصلا من عبدالله حيمود ليه؟ لان كمان ايمن الحسوني خبره اكتر ايمن الحسوني مسجل وهدف ثمان اهداف ثمان اهداف يعني ايسا كنا بنكلم سأقول لك حاجة احمد يعني في الفوارق ما بين جاريدو وما بين فندمبروك هو ده حيمود لان كان عندهم مشكلة في التلاتة اللي بلعبه في وسط الملعب في التدرج بالكورة وتطوير الكورة وتطوير الهجمة حيمود حلله الازمة دي يعني حيمود حلله الازمة دي فانا بشوف لا هم فقدوا فعلا لعب مهم جدا في وسط الملعب مختلف عن عناصر اللي موجودة اعلام لعبه هو كان هيلعب بعبدالله حيمود في محمد الخامس اه عبدالله حيمود ده كان هيلعب في محمد الخامس عشان كورته حلوة بيقدر يتعامل مع الضغط بشكل هو لعب كويس وبتعامل مع الضغط بشكل كويس طبعا يعني مش بقولونوا لعب لعبك بس ايمن الحسوني خبراته اعلى ايمن الحسوني في مستوى الضغط لعب كوي فانت محتاج هتلاقي برضو نفس الشكل هنا برضو كلهم موقفين بص فين يعني في مساحة بتتكلم مثلا في حوالي 20 متر مثلا حاجة او 15 هنا برضو هنا الفرق في الفندم بيروك عمل حركة زكية جدا ايه الفرق في الضغط ما بين مباراة الزهاب ومباراة الاياب طبعا كلنا عارفين مكوينة مكوينة اللي هو العيب الارتكاز بتاع سانداونز اللي هم بيحضروا من عنده اللي هو في وسط الملعب هنا ايمن الحسوني كان مين كان ماسكه بص ايمن الحسوني ده في مباراة الزهاب بدأ برضو سايبك تحضر خالص هو بيبدأ يضغط زي ما قلنا فين في وسط الملعب ايمن الحسوني هو اللي راح مع مين مع مكوينة اهو قال لي بالصور بقى شوف الفرق يعني ده ممكن نلاقي نفس الصورة دي مع مروان عطية بما ان مروان عطية هو اللعب مركز 6 اللي هو عنده الاسكان وبينزل يستلم بيضهره وده مهم جدا هنا دور هيبقى مين دور مهم دور منعام ان مروان عطية هيبقى ممسوك فمهم ان منعام يكمل بالكورة عشان تبدأ تحضر الهاجمة بشكل كويس او تحضرها من خلال معلول او هاني مسلا ومنعام كويس ان عنده معدل بناء الهاجمة عالي جدا سبا يفرق معنا طبعا هنا بقى عمل ايه في مباراة الاياب احنا شفنا ايمان الحسوني اللي كان مسك هنا مين صامبو المهاجم هو اللي كان بينزل مع مكوينة شوف بينزل لفين هات الصورة اللي بعدها بص اللي عليه الدايرة ده ده صامبو المهاجم في الحالة الدفاعية ده بيأكد ان هو كمان عنده قدرات دفاعية قوية المهاجم بص فهو هنا بص الالتزام اصلا وبص التكتيج بص التقارب الخطوط بص الجناحين فين فده ميزة الوداد مع فاندن بروك هي الالتزام الدفاعي التنظيم الدفاعي والخطوط قريبة زينا والخطوط متقربة جدا فانت انت مهم ان انت تسجل جون بادري بشوفها مهمة جدا في اول نص ساعة عشان خاطر التنظيم ده هو مش حقق يعني هو هم مش حيندافعه بس على الاقل حيربكهم طبعا دي نقطة مهمة كمل الدربات الروكنية دي نقطة الدربات الروكنية يا فارس اللي كنت بتتكلم فيه فيه هم عندهم طريقتين اول طريقة اسمها زلافترين يعني ايه زلافترين اللي هو اكتر الحب بيسموها كده في الشرح الدربات الروكنية انت بتتكلم ان مثلا فيه اربع لعيبة بيقافوا حوالين ايه منطقة الجزاء زي ما احنا شايفينها كده تمام وفيه واحد عند العرضة القريبة وواحد في النص ايه ساوس جيت المنتخب الانجليزي اه عشان الناس بس تتبقى معنا ايه هو كان بيعملها هات هات الصورة هات بص ايه نفس الشكل هنا بيبقوا تلاتة واقفين وواحد واقف اللي هو يحيج وبران نحية الحارس ليه واقف نحية الحارس عشان يمنع ان يعطل الحارس ان هو يطلع وفي نفس الوقت التلاتة واقفين كده بحيس انه يبقى صعب انهم يتمسكوا صحيح يعني كل واحد فيهم بس تحديدا اخر واحد اللي هو لابس حاجة زرقه في راسه فوق من ده ده ارسن زولا كان مصار في الورادي وكمل وان ارسن زولا ليه ارسن زولا لان ارسن زولا الاهم واحد فيهم في ضربات الراس فانت خطر خطورة الضربات الركنية والضربات السدتة للوداد مهمة جدا هنا الطريقة دي ارسن زولا بيقوم عامل حركة خداع ويقوم جاري حولين منطقة الجزاء عشان يلعبها براسه وهنا ثابت التحضير كله بتاع الوقفة دي لزولا صح يعني التحضير ده في الوقفة دي لزولا هو التارجد بلاير بتاع الكورنال كيك فده مهم جدا هم مسكين بعض هات برضو نفس الفكر هات اللي بعدها اتلعبت فين يا فارس في حتة بص هنا نفس الشكل برضو بص اتلعبت فين في المساحة اللي هي ما بين خط الستة وما بين منطقة الجزاء وفي كل مرة غالبا بيقدر ينجحوا في الوصول للكورا صح وده برضو شيء خطير ده اول شكل الشكل الثاني اللي هم برضو بيعتمدوا على المميزين受ه في الضربات الرجنية الشكل الثاني اللي هي ضربة الداربة الرجنية السريعة اللي هي من خلال محمد اوناجم محمد اوناجم متحديدا كمل بص هنا واقفين اتنين بص محمد اوناجم هاачعمل ايه هتتلعب له عشان يلعب بالضربة الرجنية السريعة عشان يبقى جاي ناس من ورا المدفعين اللي جايهم من ورا يحطوها براسهم كمل بص تلعبت فين بص محمد أناجم اللي معاك كورة محمد أناجم معدل أسستاته زاد بسبب خطورته في الضربات الرجنية فهنا برضو نفس الشكل نكمل بقية الصور برضو نفس الشكل ده الهدف اللي انت كنت بتكلم فيها فارس في الضربات الرجنية نفس الشكل ده هو قدر يسجلها بالقدم هنا في مضادة الرجاة تمام نقاط الضعف بقى نكملها يعني قبل نقاط الضعف خلينا نقول لك تعبناك طبعا وضع من الشرح أنت أحمد صدية الضربات بالتحديد اللي هي الركنية أو اللي من الأطراف أنها ما بتتلعبش من السبات كله بيجي طبعا بالسرعة بسرعاته دي بتبقى أخطر على مدافعين لأن انت مجد بسرعاتك وبتعمل حركة وبتلعب الكورة وبيبقى عندك فرصة لتكف أعلى كمان وبتبقى برضو مش مترقب كويس فرق شمال أفرقيا الحقيقة فرق شمال أفرقيا يعني بتجيد تماما لعب العرضيات والضربات الركنية مش بس القرات السابقة زمان القرات المتحركة وده محتاج تركيز وانتباه تام من مدافعنا لإعلام